معنى اتصال نعم نعم نسمع للمكالمة نعم وعليكم السلام ورحمة الله والله عندي سؤال لفضل الشيخ تفضل أخي حضرتك عارف الفيسبوك والتويتر والسكايب والحديث دي أنا مختارب فدرت اسكايب ودرت فيسبوك لأحد النسائدي يعني واستعمالوا استعمال غلط بالتعارف على الرجال وهكذا يعني سهل علي الجمع واضح ان شاء الله من اخواننا من اخواننا اخي أنا من دولة عربية مرحبا بك مرحبا بسؤالك ان شاء الله يوضح لك الشيخ ان شاء الله السؤال الأخ سائل المغترب قال لك بنسبة المواقع تواصل اجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرها انه قام بانشاء حساب لشخص من معارفه وقالبه ولكن اساء استغلال هذا الحساب دكتور هل عليه اثم لا هو بالنسبة له يعني اذا كان دارها بحسنية هذا الانسان يقول يتواصل معاه يعني يقوم بعمل يعني معين صالح فهو لا شيء عليه يعني هو راه دار احسان وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وما على المحسنين من سبيل ليس عليه شيء لكن اذا كان يعلم قبل ذلك انه هذا الانسان يستغل في اشياء لا تجوز هنا ما يجزلش انه يروح يدير له ما يجزلش في هذا الحالة يقوم بهذا العمل لانه يعلم بان هذا الشخص سيستغله في ما لا يجوز لان هذا يكون من باب التعاون على الاثم والله سبحانه وتقال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان اما اذا كان هذا الانسان يجهل انه هذا الشخص يعني راح يدير هذا الشيء في ما لا يجوز هو دار له باش يقوم بالاتصال معاه باش يستفيد منه في المنافع التعوي يأخذ المنافع التعوي وبعد ذلك الشخص هو اللي جان على نفسه وغير الوجهة هذا الشيء الى ما لا يجوز فهنا الاثم على هذا اللي قام بهذا الشخص اشتركوا في القناة